فيش تكنيك تنجم تحول تليفونك إلى مكيلة إنتاجية من خلال التنقل الشاشة أكبر تعتيك المميزات التالية رفاهي أكثر في التصفح فتح أكثر من ثلاث تطبيقات فرد وقت والأهم هو التحويل الملافات بين التطبيقات يعني تصور روحك حال الورد، باوربوينت وإكسيل فرد وقت وحال الميل متاعك وتحضر في فاتورة وتصح عليها نورمال الهويت في هذه غير يا برشة وفي تونس إراوها فخامة أكثر منها ناجعة في تونس عن موديل واحد يتبيع رسميا وهو سامسونج جالاكسي زي فول وصوموا أكثر من 7000 دينار وعلى ورق يوزن 253 جرام مفتوح سمكو 6.1 مم ومسكر 13.4 مم الشاشة الخارجية والداخلية من نوع آموليد وبتردد 120 هردز ودقتهم أعلى من Full HD في أحسن معالج في الاندرويد 2 سناف دراجون ايجين 2 يجيب معمارية 4 نانو متر 12 جيجا رام والميموري متاعه توصل حتى الواحد تيرا بايت كاميرا واتو 50 ميجا بيكسل الأساسية 10 ميجا بيكسل للكاميرا زوم 12 ميجا بيكسل للزاوية الواسعة والمضحك إلي الكاميرا السيلفي مش مهمة في تاليفون دي وجودتها 4 ميجا بيكسل فقط لكنها تجيب تكنولوجيا جديدة اللي يتمكنها من أنها تكون موجودة تحت الشاشة وتتخبع وتبقى إمكانية البطارية محدودة بسعة 4400 ميليا باور وشحن 25 وات أكيد توركم تقولوا الفيش تكنيك هذي انتصب على الف دينار أنا عملتها متعمدة خاطر على الورق حاجة والتجربة حاجة أخر نصيحتي تشريوش على الفيش تكنيك أسلو على التجربة الفعلية واللي بتتحصلوا عليها هذي كهية اللي بيها الفايدة هوات في الفولد استثمار في حد ذاته وكانت جرب تحصل هذي كانت فيش تكنيك؟ نتقبلوش مع جهي فيش تكنيك